طبعا حاليا لا صوت يعلو فوق صوت المونديال وطبعا مشاركة النادي الاهلي اللي بيرفع دايما على مصر فيه مختلف البطولات الدولية اللي بيشارك فيها اسمه الاهلي المصري الاهلي يعني فخر مصر والمصريين بالمعنى الحرفي للجملة لما بيتم ذكره او ذكر اسمه لازم بطبيعة الحال بيتذكر معه عدد وافر جدا من البطولات وكمان من الارقام القياسية العالمية الاهلي نادي ليه ماضي مشرف وليه تاريخ عظيم ومازال بيسجل من خلال اجيال وراء اجيال سطور جديدة كل يوم من الايام في كتاب التاريخ النادي الاهلي بيوصل استعداداته بدون راحة طبعا لمباراة نصف نهائي كأس العالم للاندية امام ريال مدريد اكيد هتكون مباراة قوية اكيد هتكون مواجهة نارية وصعبة لكنه النادي الاهلي بشخصيته وبلعبته اللي دايما بيفردوا نفسهم وخصوصا في المباريات والبطولات الصعبة قدها وقدود ان شاء الله بص يعني زي ما احنا دايما بنقول احنا دينا بعض الشعارات بس الشعارات عن استحقاق بعض الناس ممكن يا كريم تألف او تطلع شعارات عن نفسها لا تستحقها يعني او حتى لا ترتقي ان هي ممكن ان هي تساوي التاريخ اللي هما بيقدموا انا مكلمش عن حد بعينه على فكرة مكلم في العموم لكن انت لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي انت لما بتقول حاجة انت فعلا بتبقى ادها او بتتكلم بلغة تاريخ وارقام الاهلي لا يعرف المستحيل ده بلغة الارقام والتواريخ الاهلي ان شاء الله زي ما احنا عارفين حيواجه طبعا ريال مدريد وحيواصل استعداداته وبالتالي او بالفعل كمان بيواصل استعداداته دلوقتي احنا بنقفل الصفحة وبنفتح الصفحة الجديدة لان هرجع تاني وفكر حضراتك وفكر نفسي وفكر نفسينا كلنا بكلمة كابتل محمود الخطيب لما قال يا كريم اوكي نفرح بكل حاجة بس احنا لسه موصلناش لهدفنا احنا لسه محققناش اي ميداليا احنا لسه محققناش اي فوز فتمام انت خطواتك طالما انت ماشي سليم فيها حلو جد ان انت تفرح حلو جد ان انت تتفائل وديك دفع لللي جاي لكن افتكر ان انت لسه محققتش حاجة المهم ان انا اوصل للغاية بتاعتي مش مهم ان انا انجح في خطوات المهم ان انا اوصل للغاية بتاعتي